السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وراب تكونوا بخير. ما دعون النهاردة بتكلم عن كافية تحميل الصورة الشخصية او صورة لأي حساب في الانستجرام. حتى لو كان الحساب ده عادي او طبعا الطريقة دي تقدر تعملها من اي جهاز بتستخدمه ازا كان اندرويد او ايفون او كمبيوتر. الطريقة شغالة من الوقت رفع الفيديو. يعني لو قفت في اي وقت ده بيكون بسبب تحديث للشركة نفسها. مش مشكلة الشرح. عشان ما بعد كده هروح نفتح الحساب. احنا عايزين ناخد الصورة بتاعته. طبعا ده حساب اهوت. وحساب طبعا زي ما قلت لكم تقدر تسحب الصورة الشخصية لأي حساب حتى لو كان هنيجي كده هناخد طبعا بتاع الحساب ده اسم سيد محمد زيرو زيرو ستة. وهنروح على الموقع. طبعا اكون ساعد لكم رابط الموقع ده تحت الفيديو. عشان تقدر توصل لأسرع. نفتح الموقع كده. وهنيجي هنا في الفوق كده اللي هو هنكتب طبعا احنا خدنا الوقتي اللي هو سيد. محمد. زيرو زيرو ستة. وبعدين بتدوس على البحس عمامة البحس. بيزهر لك هنا شكل الحساب والصورة بتاعته فانت بتضغط على الحساب كده. وبعدين بيزهر معاك عدة خيارات الخيار الاول هو البروفيل بيجيب لك البروفيل بتاع الحساب. تمام? ممكن تفتحه عن طريق انستجرام. عن طريق انستجرام. الخطوة التانية اللي هي ده بيجيب لك الصورة الشخصية كاملة. تقدر تحملها بعد كده. ويجيب لك طبعا القصص بتاعت البروفيل. طبعا لو كان عام. انما لو كان خاص ما بيقدرش يجيبها. احنا موضوعنا عن تحميل الصورة الشخصية او صورة البروفيل فهنيجي عند الفول سايز. وهيفتح معانا الصورة كده بشكل كامل. هندوس علشان نحمل الصورة هندوس على كلمة ده. اللود. وبعدين هيدغط على الصورة كده. وهنعمل لها تنزيل. وبكده الصورة نزلت عالجهاز بشكلها الكامل. طبعا لو انت بتستخدم ايفون استخدم متصفح سافاري لو انت اه بتستخدم جهاز اندرويد اه بقى تستخدم كروم وطبعا الكمبيوتر بتستخدم عنه متصفح كروم او ايه متصفح عادي في الكمبيوتر. كده الشرح تم. ارجو ان تخبر صفات مشارح. تسجد تعمل شرق القناة وتفعل زر الجرس تعمل لك الفيديو. شكرا.